أطلق المتحف الوطني العمومي للفنون والتعابير الثقافية التقليدية قصر أحمد باي بقسنطينة أطلق الدعوة للحرفيين والخياطيين وكذلك المصورين الفوتوغرافيين للمشاركة في طبعة الأولى من يوم الملايا القسنطينية المزمع تنظيمه في السابع من شهر ماي القادم يوم الملايا القسنطينية يهدف في لتسليط الظوء على هذا اللباس الذي يتميز بأبعاد اجتماعية وتاريخية وحددت فترة ممتدة بين 23 جنفير الجاري و20 مارس المقبل لتسليم الأعمال المتنافسة أو المتنافسة حول أحسن ملايا وأفضل صورة للملايا كما أن مختلف الحرفيين والخياطيين والجمعيات النشطة في مجالية الثقافة والتراث وكذلك المصورين مدعومون جميعا للمشاركة في طبعة الأولى ليوم الملايا القسنطينية ترجمة نانسي قنقر